موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا من طلابنا الأعزاء طلاب الصف الثالث الثانوي مع حلقة جديدة من حلقات اللغة الإيطالية بمرحب بيكم وخلينا نفتكر مع بعض في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على أونيتا 1 من خلال الديالوجو الافتتاحي للوحدة والنهاردة مكملين مع حضراتكم من خلال الجزء الثاني من الوحدة زي ما اترفعنا مع بعض احنا نقسم الوحدة على ثلاث حلقات عندي الحلقة الأولى اللي هو الديالوجو الافتتاحي والحلقة الثانية من خلال اللي هو الجزء القواعد اللي عندي النحوية في الوحدة وهنختم بالستواتسيون اللي هي المواقف بتاعت الوحدة اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت على الديالوجو والنهاردة هناخد اللي هو الجزء التاني من الوحدة اللي هو الفوتورو سامبلتش زي ما كنا نوهنا المرة اللي فاتت يا شباب عندنا اسبيغاتيونة ديالوجا ترافيرسو يفهمت ده اتكلمنا عليه المرة اللي فاتت والنهاردة هنتكلم على الجراماتيكا او الفوتورو سامبلتش اللي هو المستقبل البسيط وعايز حضرتك زي ما قلنا بلكده وراء وقلم وجهز نفسك معي عشان نتكلم على درس من الدلوس المهمة جدا عندي في منهج الصف الثلث سانوي من خلال الفوتورو سامبلتش جاهز وراء وقلم عشان نحل مع بعض ونتعلم ازاي نتعامل مع اي جزء جرامر في الامتحان طيب عندنا بنتكلم على الفوتورو سامبلتش اللي هو المستقبل بسيط حضرتك لما تيجي تتكلم على اي زمن لما تيجي تتكلم على اي زمن زي ما مر علينا في سنة أولى اللي هو البرزنت اللي هو المضارع وبعد كده كان عندي في تانية سنة اللي هو البلساتو بروسيمو الماضي القريب او الماضي المركب عندنا الفوتورو سامبلتش المستقبل بسيط لما تيجي تتعامل مع اي فعل يا شباب لانه هو في الامتحان مش هيجي يقولك حل على مضارع ولا ماضي ولا مستقبل بسيط ولا حتى مستقبل مركب بيجي لحضرتك الجملة وحضرتك بتقدر تحدد الجملة هتحلف عنه زمن من خلال ايوة برافو عليك اللي هو الكلمات الدلة ليا ليا بارولك يا عبي عند الكلمات الدلة على المستقبل بسيط اللي هي كلمة دماني دماني او اي حاجة فيها كلمة دماني يا شباب يعني عند دماني وده دماني ودماتينة ودبو دماني دي كلها كلمات دل على المستقبل بسيط عند كلمة يبقى دماني غدا بكرا يبقى دي كلمة دل على المستقبل بسيط بروسيمو بروسيمو بيكون قبلها فترة زمنية بمعنى التالي او القادم وزي ما حضرتك شايف كده بروسيمو اخر حرف فيها بيتغير على حسب الفترة الزمنية اللي قبلها يعني ايه يعني لو الفترة الزمنية اللي قبل كلمة بروسيمو مفرد مذكر اقول بروسيمو زي سابطو سابطو بروسيمو السابت القادم لو مفرد مؤنس اقول بروسيمة لو جمع مذكر بروسيمي جمع مؤنس بروسيمة زي لما اقول سابطو بروسيمو دومانيكا بروسيمة لياني بروسيمي مثلا السنين الجاية وعندي كمان دا دوماني دا دوماني من بكرة او من غد فراوترا زائد فترة زمنية فراوترا زائد فترة زمنية بمعنى خلال وزي ما شفنا بلغبطني بينها وبين دا زائد مدة زمنية اللي هي دل على المضارع ومدة زمنية زائد فا اللي هي دل على الماضي يبقى عند دوماني بروسيمو دا دوماني فراوترا ودا جرانبي دا جرانبي في فترة الكبر لما أكبر يعني لما أكبر أتمنى أكون مهندس أتمنى أكون دكتور أين كان دوماتينا دوماتينا اللي هي دوماني ماتينة بمعنى غدا أو في بكرة الصبح ويه دوبو دوماني بعد بكرة دوبو دوماني دوبو دوماني بعد بكرة يبقى دي كلمات دلة على المستقبل بسيط يعني ايه يا فانديم يعني حضرتك لما تلاقي اي كلمة من الكلمات دي معناها انت هتختار فعل مصرف مع فاعل الجملة في زمن المستقبل بسيط طب السؤال دايما بيجي عليها كده يديني كلمة دلة واختار فعل لأ طبعا ممكن يديني كلمة دلة على الزمن يعني الاختيارات تكون على دلالة زمنية كلمة دلة على المضارع كلمة دلة على المستقبل بسيط كلمة دلة على الماضي المركب اي ان كان حضرتك لما تلاقي الاختيارات على كلمات دلة بتعني ان حضرتك هتبص على الفعل المصرف في الجملة الفعل المصرف لو في فعل مصرف في المستقبل بسيط معناها ان انت هتختار كلمة من الكلمات اللي قدامك دي طيب الحاجة التانية قال لي مهم جدا بعد ما حددت الكلمة دلة تحدد فاعل الجملة طبعا نعرف ازاي الفاعل في الجملة قال الجملة في الإيطالية تتكون من رقم واحد بيجي الفاعل الفاعل اللي هو السوجاتو بعد كده الفيرب بيكون يجعط أو الفعل المصرف بعد كده اللوجاتو اللي هو المفعول به طيب الفاعل بتاعي في الجملة بيكون حاجة من اتنين إما أنه هو اسم أو ضمير شخصي طبعا الضمير اللي هي إيه برونومي برسونالي إيه برونومي برسونالي لو عندي إيه يعني أنا تو أنت أو أنت لوي هو لاي هي لاي حضرتك أو حضرتك نوي نحن ذوي أنتم لورو هم أو هن يبقى الفاعل إما أنه هو ضمير شخصي يدوني مباشر أو أن الدين الفاعل اسم سواء كان اسم شخص أو اسم معرف طبعا قلنا اسم شخص اللي هما الأسماء الأساسية اللي عندي من أول حتى ما خدنا كتاب تعقولة سنوي اللي هو زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت اللي هو دينه وباولو وعندي جوليا وكيارا وأليسيا أو أنه يكون اسم معرف يعني يا فندم اسم معرف قال لي يعني اسم مسبوء بأداة تعريف أي أدوات التعريف اللي عندي عندي إيل ولو 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 دي بتعني أن الفاعل بتاعي اسم مفرد الفاعل بسبوء بإي أو بلي أو بلا يبقى بتعني أن الفاعل بتاعي جامع الآخر السنة وكمان أنت مطالب بيها عشان تفهم الجزئات بتاعة الثالثة سنوي أو المنهج بتاعنا بتاعة الثالثة سنوي طيب أنا حددت والله الكلمة الدلة وحددت الفاعل بقول لي خلي بالك أن الفاعل مش بيجي دايما ضمير مباشر يعني مش هيدي لك إيه و تو و لوي و لاي و ناي و فاي و لارو عشان كده عندنا قاعدة مهمة جدا جدا بتقول ليه والله يفعله الجملة اسم مفرد بصرف الفعل مع لوي و لاي أو لوي عموما لأن تصريف الفعل مع لوي و لاي بيبقى واحد اسم جامع بيبقى لورو اسم مفرد وقع دي فيرغولة الفيرغولة اللي هي بتعني يا أني دا في الإطالة الفاصلة دي يا أني دا منادة مفردة يبقى تو اسم جامع و فاصلة أو فيرغولة بتعني أن المنادة بتاعي جامع يبقى صرف الفعل مع فوي إيو وأي اسم أصرف الفعل مع نوي تو وأي اسم أصرف الفعل مع فوي لوي واسم أو اسم واسم يبقى لورو لي واسم أو اسم واسم برضو يبقى لورو مهم جدا إما النوي يديني الفعل ضمير صريح يبقى سهل علي الموضوع يديني الفعل اسم شخص أو اسم سواء الاسم المفرد ده كان اسم شخص أو اسم وقت التعريف المفرد أو اسم جامع ويا كان بترجع الاسم لشكل الضمير اللي هو بيسهل عليك تصريف الفعل في الامتحان هم جداً قاعدة ديها شباب طيب بيقول ليه اذا كان الفاعل بنصرف الفاعل معه والله الفاعل اسم مفرد دينو جوليا اي اسم مفرد بصرف الفاعل مع له اسم جامع زي اي راجتسي يصرف الفاعل مع لورو دينو فاصلة يبقى تو راجدسي وفيرغولا يبقى فيو إيو آي باولو لووئى أي اسم يبقى نوي تو يا جوليا تو أي اسم يبقى فيو لوي وي عليسيا يبقى لورو ولي وي باولو يبقى برضو لورو ده اللي احنا لسا إلينه في السلايد اللي فات طيب بقول لي التكوين انا دلوقتي عايز احط اي فعل في المستقبل الوسيط انا عندي فيه افعال بيسموها verbi irregulari افعال غير منتظمة وفي عندي verbi irregulari افعال منتظمة زي ما شوفنا كده في زمن البرزنت في سنة اولى بقول لي اي فعل في اللغة الاطالية بينتهي اما بارة ويبقى مجموعة اولى او ايري مجموعة تانية او ايري مجموعة تالتة يعني بارلارة غوردارة منجارة استوديارة دي افعال مجموعة اولى مجموعة تانية زي فيدارة يرى زي برندر يأخذ زي verbo يستقبل مجموعة تالتة ايري زي بارتيرو زي دورميرة يبقى اي فعل ينتهي يبقى ايري يبقى ايري في المستقبل البسيط بشيري النهاية المصدرية اللي هي ايري او ايري زي ما كنا بنعمل في زمن المدارع وعلى اصل الفعل مع اي ومكان ايري بضيف ايرو ده لو مجموعة اولى مع تو ايري لو يولاي ايرا نوي ايريمو فوي ايريت لورو ايرانو يبقى لو مجموعة اولى هشي الاري وبنسميها افعال قياسية او منتظمة لان زي ما عملنا او زي اي فعل بينتهي باري حضرتك هتصرفه بالطريقة دي هتشي الاري وتبدأ تضيف النهايات السبت على حسب الفعل بتاعك لو الفعل اي ويبقى ايرو تو ايراي لو يولاي ايرا نوي ايريمو فوي ايريت لو رو ايرانو زي ما يعني بيتميز بالنهاية موسيقية كده اللي ايرو راي ايرا راي ايرا ايرانو ده المستقبل البسيط مجموعة تانية اي فعل بينتهي باري اي فعل بينتهي باري زي مثلا قلنا بريندر او زي فيدير هتشيل هتشيل النهاية المصدرية اللي هي اير اللي هي النهاية بتاعت المجموعة التانية وهتضيف مع اي و ايرو تو ايراي لو يولاي ايرا نوي ايريمو فوي ايريت لو رو ايرانو السؤال بقى لحضرتك لاحظت ايه على تصرفات الافعال بتاعت المجموعة الاولى والمجموعة التانية ها حد يقول لي مفيش حاجة هم نلاحظه لا ركز كده هتلاقي فيه فيه ملحوظة مهمة جدا على افعال المجموعة الاولى والتانية ايه بالضبط كده مفيش فرق بين تصرفات المجموعة الاولى والمجموعة التانية في المستقبل البسيط الفعل معي نهايته ايرا تو ايراي لو يولاي ايرا نوي ايريمو فوي ايريت لو رو ايرانو طيب افعال المجموعة التالتة اللي هو زي ما قلنا فعل زي دور ميرا او فيربو زي فيربو بارطير يرحل او يغادر ايوة بشيل برضو النهاية المصدرية اللي هي ايرا اخر تلت حروف اللي هي او اللي هي الحروف الاخيرة من الفعل وابدأ اضيف نهايات اللي هي مع ايو ايرا تو ايراي لو يولاي ايرا نوي ايريمو فوي ايريت لو ايرانو طيب زي ما قلنا في المجموعة الاولى والتانية ما فيش فرق طب ايه الفرق من المجموعة الاولى والتانية والمجموعة التالتة اللي هي بس الاختلاف انا عندي في المجموعة الاولى والتانية النهاية بتبقى اي ايرو ايراي في المجموعة التالتة بتبقى اي زي ايرو ايراي ايرا طيب خلي بالك من على يمين الشاشة خالص واللي فعل الجملة ايو طبعا ما بتكلم على فطورو سامبل تشاهد دور على فعل نهاية رو تو راي لو يولاي را يبقى أي فعل عندي في المستقبل بسيط لو الفعل إيه هدرع الفعل نهايت رو ده بالنسبة لي طب عندي الأفعال الغير منتظمة لازم أفعال تحفظ يا شباب لأنه لازمها لقياه في القطعة نحن نتكلم عن اللي هو الجزء الجرامر أو النحوي وإن كان ده لا يعني أن أنت هتقابل كل الحاجات دي في القطعة في التستو هتقابله فيه لسيطواتسيوني المواقف وبالتالي إحنا لما بنيجي نتكلم عن جزئية جرامر مش عشان جملة الجرامر اللي هتيجي عليها في الامتحان لأ ده عشان كمان تقدر تحل الامتحان ككل سواء كان تستو أو سيطواتسيوني أهم الأفعال عندي في الفطور سامبلتش كأفعال إيريجولار اللي هو فرب أسرة وفرب أفار اللي هيقابلوني بعد كده في الجرامر في الوحدات اللي جاية فعندي أسرة اللي هو أيوة يكون تصريفه معايو سارو تو سراي لو يولاي سرا نوي سريمو فوي سريت لورو سرانو أفار معايو أفرو تو أفراي لو يولاي أفرا نوي أفريمو فوي أفريت لورو أفرانو زي ما شفنا كده وقلنا في الجدول السابق لو الفعل إيو فعلا هي ترو تو راي لو يولاي را نوي ريمو فوي ريت لورو رانو هي نفس الموضوع يعني كأنك بتاخد فرب أسرة ده بدل ما هو أسرة خليه أس أف وبدأ تضيف النهايات اللي احنا نسألنها بتاع فرب ريجولاري عندي برضو فرب أفري كأن هي آ في أف وبعد كده نضيف النهايات اللي احنا قلنا على حسب فعل الجملة اللي هي إيو رو تو راي لو يولاي را نوي ريم وفيت ريت لورو رانو نكمل مع بعض اللي هي فربي إرغولاري لأن هي أفعال مهمة جدا لازم عشان لما تقبلها في السؤال لجراماتيكا الجرامر في عندي فرب فار فرب وأن دار يذهب دار يعطي وفربو ستار يظل أو يمكث وفربو صبير وخلي بال حضرتك صبير ده يا شباب ليه قاعدة مهمة جدا هتقابلنا في الوحدات اللي جاية لازم أكون عارفه لأنه مر علي قبل كده من الأفعال اللي كانت مهمة جدا وهيمر علي قاعدة خاصة بي ليه فربو صبير الأفعال دي زي ما شفنا برضو هتلاقي الفعل اللي من مع اي نهايته رو أي أن كان فعل فربو ريغولار أو فربو إيريغولار هتلاقي فرو أندرو دارو ستارو سبرو معتو الفعل نهايته تمام بدأنا هون يتعلم مع بعض راي هتلاقي فراي أندراي داراي وستراي وسبراي معلوي تمام هتبقى را فرا أندرا دارا سترا سبرا معنوي ايمو فريمو أندريمو داريمو ستريمو سبريمو معا فوج هتبقى را فريت أندريت داريت ستريت وسبريت معلور رانو يبقى فرانو أندرانو دارانو وسترانو سبرانو لسا معايا كمان في فربي إيريغولار اللي هو فربي فينير فينير اللي بتحول لفر ويبدأ ضيفنها دفر في ار يبقى ويبدأ ضيف النهايات معي رو تو راي لو لا را نو رام وفو رات لور رانو عشان تسهل على نفسك اللي هو الفعل أول لو حبي تحفظه بربو بار بمعنى يشرب هو كانو ب ا ر بر ويبدأ ضيف النهايات ب ا ر عشان سهل على نفسك الحفظ بتاعو يبقى بر 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 رانو طيب يريد او يرغب بر ويبدأ ضيف النهايات اللي هي بتاعتنا رو را 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 بط ب 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 را 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 يعني عندي فيربي ريجولاري يعني يعني حضرتك بتصرف كل أفعال اللغة الإطالية بالطريقة بعد الكم سلايد اللي احنا قلنا الأفعال الشازة دي أو إفير بي ريجولاري اللي لازم يتحفظه لأنهما لهمش قاعدة معينة أو نمط معين في التصريف إفير بي ريجولاري يعني أفعال بتتحفظ لأنهما لهمش نمط أو طريقة أو أسلوب في التصريف على العكس إفير بي ريجولاري الأفعال اللي هي المنتظمة أو القياسية اللي هي لها نمط أو طريقة أو أسلوب في التصريف بشيل آري وبابدأ أضيف نهايات سابتة على حسب فعل الجملة مجموعة تانية بشيل آري وبابدأ أضيف نهايات سابتة مجموعة تالتة بشيل آري وبحط نهايات سابتة مع كل أفعال اللغة الإيطالية ده الكتير قوي فيما على الكلام الفائل اللي احنا قلنا عليهم إفيربي إيريجولاري اللي بتصرفوا أو بتحفظوا بالطريقة اللي احنا قلناها دي وإن كان زي ما قلنا في النهاية سواء كنا بنتكلم على verbi regulari أو verbi irregulari حضرتك فعل الجملة إيه في المستقبل بسيط بتبير على الفعل نهاية رو طيب تعال نشوف مع بعض كده بعض الجمل عشان نطبق على اللي احنا قلناه وزي ما قلت حضرتك بتحل في الامتحان احنا هنا بنعمل يعني بنطبق على الفطور وسامبلش اللي هو المستقبل بسيط وإن كان في الامتحان مش هيجيقول له حضرتك حل على مستقبل ولا مضارع ولا ماضي هو بيدي لك الجملة وحضرتك اللي بتقدر تحدد من خلال ايوا برافو عليكم اللي هي رقم واحد بحدد اللي هي البرولي كيابي أو الكلمة الدلة اللي بتقول لنا انا بتكلم على انهي زمن يا ترى انا في نهاية السنة ان شاء الله هيبع عندي مضارع وماضي مستقبل بسيط ومستقبل مركب انا دولي دقتي بتكلم على المستقبل بسيط بانا هحدد رقم واحد للكلمة الدلة ايه الكلمة الدل اللي عندي في الجملة ثم رقم اثنين ايوة تمام تمام اوي صح صحيح مع بعض اللي هو الفاعل بتاع الجملة طيب تعالى نشوف اول الجملة كده بولي دماني إيو نقط أو بنتيني عروما دماني إيو بنتين أو سباتسيو آروما يترى آ هول أندرو بي أندراي تشي أندرا والدي أندريمو ها تمام عندي دماني اللي هي كلمة دل على الفطور سابقش المستغل بسيط مين الفاعل سجدته إيو تمام بيدين الفاعل هنا ضمير صريح طالما الفاعل بتاعي إيو أخطر فعل نهايته ها تمام رغط هنشوف ما بعض دلوقتي الإجابات بتاعتنا هتبقى صحي ولا لأ في الإسطلاة اللي بعديه سعيزك تطبق معايا زي ما قلنا حدد الفاعل والكلمة الدلة الفاعل والكلمة الدلة ده مهم جدا يا شباب تقول دايما لنفسك كده إيه الفاعل والكلمة الدلة لأننا بتكلم في امتحان آخر السنة هيكون عندي تقريبا نص الجرامر نص الجمل بيكون على اللي هي إتمبي أو الأزمنة وده من خلال قاعدة بسيطة حدد الكلمة الدلة والفاعل بتاعك في الجملة أتلاقي إن شاء الله تعرف تحل الجملة بسهولة الجملة الثاني بقول لي استصيرة نوئ نوئة الريستورانت استصيرة نوئة الريستورانت هذا المساء نوئ نوئة الريستورانت أترى آ منجرا ولا بي منجريمو ولا تشي منجرو ولا دي منجريم ها مين الفاعل نوئي إحنا طيب حد هيقول لي أنا هنا استصيرة يعني هل هي كلمة دلة على المستبل لا هقول له حضرتك مش محتاج كلمة دلة على الجملة هنا في الجملة دي ليه حد يقول ليه أيوة تمام لأن أنا إمتى بحتاج كلمة دلة على الزمن قال لي لما يكون عندي الاختيارات لأزمنة لفعل في أزمنة مختلفة ومصرفين صح مع فعل الجملة إنما أنا هنا عندي إيه عند الأربع اختيارات في المستبع البسيط طيب عند الأربع اختيارات في المضارع عند الأربع اختيارات في الماضي عند الأربع اختيارات في الماضي في المستبع المركب وبالتالي ساعتها مش بتكون محتاج كلمة دلة على الزمن ليه؟ لأن الأربع اختيرات أساً في زمن واحد كلمة دلة بتكون محتاجها لما يكون عندك الفعل مصرف صح مع فعل الجملة في أكتر من زمن ساعتها بتكون محتاج كلمة دلة على الزمن أنا هنا عند الأربع اختيرات فين؟ في المستقر البسيط وبالتالي مش فارق معايا في كلمة دلة على الزمن ولا لأ يبقى حدد الحاجة التانية المهمة عند اليمين الفاعل تماماً اللي هو مين هنا؟ أيوة نوي يبقى استصيرة نوي نقط الريستورانة يترى اه منجراء بي منجريمو تشي منجرو ولا دي منجري ها حلي كده عشان نطبق مع بعض ونشوف الحل بتاعنا ان شاء الله يبقى صحي طبعا بس نأكد مع بعض نمرو ترى بولي دا جراند دا جراند باولو نوات مكنا دا جراند باولو نوات مكنا يترى اه كمبريرو بي كمبريرا تي كمبريراي والا دي كمبريريمو دا جراند ايوة كلمة دلع المستقبل البسيط بمعنى ايوة في الكبر في فترة الكبر لما كبر مين الفاعل باولو الفاعل اسم ايه ايوة هنا بقى مش مدين الفاعل ضمير صريح مدين الفاعل ايه اسم مفرد طبق القادة بل اسم مفرد يصرف الفاعل معه لوي ولاي حلو اوي باولو نوات مكنا يترى كمبريرو ولا بي كمبريرا ولا تشي كمبريراي ولا دي كمبريريمو واحد هتبقى نرجع تاني لبقى الجمل اللي حضرتك حلتها معي واحد هتبقى نورون اللي هي هتبقى أندرو تمام اتنين هتبقى نوي هتبقى طالما نوي يبقى فعلي نهايته ريمو معنجا ريمو وثلاثة اللي هي دا جراند باولو لوي ولاي يبقى فعلي مع لوي ولاي يبقى بي اللي هي كمبريرات تعال نشوف اجابتك كده كانت صح ولا لأ وبالتأكيد هتبقى صح اهو بيقول لي دوماني ايو نقط اروما بكرا أنا اندرو اروما سأذهب الاروما نمرو دو بيقول لي استصير نوي نوعة الريستورانت نوي نوعة الريستورانت عندي الفعل نوي يبقى فعلي نهايته ريمو يبقى منجريمو تمام اوي تلاتة بيقول لي دا جراند باولو اسمه مفرد صرف الفعلي مع لوي ولاي يبقى عندي فعلي نهايته را ايا كانه مجموعة اولة او تانية او تالتة يبقى اختار كمبريرا كويس اوي نشوف مع بعض لسه مكملين مع بعض زرشيت ستاني عشان نشوف نتمرن على المستابر البسيط بجملة كتيرة عشان يعني لما يجيله جملة عليه في الامتحان وده اكيد على الاقل جملة في الامتحان تعرف تتعامل معه بسهولة بيقول لي نمرو كواتر بيقول لي لغا ستيمانة نشوف طريقة جديدة طريقة جديدة في الاسئلة يعني احنا قلنا بيديني ايما كلمة دلة وعايز الفعل مصرف او تعالي نشوف مع بعض كده طريقة جديدة بيقول لي لغا ستيمانة نقط بيخيرني على ايه شباب هنا بيقول لي بيخيرني على ايه ايوة دلالة زمنية لأن كلمة دلالة زمنية شفناها من الكلمات الدلع المستابر البسيط طيب طالما بيخارك على كلمات دلع الزمن يبقى حضرتك يعينك على ايوة برافو عليك حد بيقول لي على الفعل المصرف فين هنا الفعل المصرف اللي هو اندرو تمام اللي هو يذهب مع ايو طالما عندي اندرو يبقى انا عايز كلمة دل على المستقبل طالما هي كلمة بروسيما كلمة دل على المستقبل ايو بس يا طرح اختار اه ليه بروسيما ولا بيه بروسيما ولا تشي بروسيما ولا دي بروسيما على حسب ايه قال لي ايو على حسب الدلالة الزمنية اللي قبل النقط اللي هي كلمة لستيمانا كلمة لستيمانا يا شاب يا طرح نحيه أيوة اللي هي Singulari Femini لعرفت منين قال لي من La Desinense A من الحرف الأ اللي هو في آخر الكلمة بيقول إن كلمة مفرد Singulari Femini مفرد مؤنس مش بس كده حتى بغض النظر على La Desinense أو النهاية لا ده حضرتك كمان من L'Articulo Determinativo ده مهم جدا ده الأصدق بالنسبة لك أو الأضمن بالنسبة لك دايما اللي هي أداد تعريف L'Articulo Determinativo اللي هي لا كون إن هي كلمة واحدة لا يبقى اسم Singulari Femini لمفرد مؤنس بغض النظر على نهايته وبالتالي طالما كلمة مفرد مؤنس باختار أي يترى بروسسمة بروسسمة ولا بروسسمة ولا بروسسمة هنشوف ما بعد دلوقتي الإجابة تبقى أي نمرو 5 بيقول الميزة نوات ميو بادر أندراني إطاليا الميزة نوات ميو بادر أندراني إطاليا برضو عندي هنا بيخيرني A بيقول بروسسمة B بروسسمة ci passato ولا di scorso بيخيرني على دلالة زمنية يبقى عيني على تمام بدأنا نتعلمه عيني على الفعل المصرف في الverbo coniugato من الأفراز في الجملة يترى هو إيه بقى بقول لي أندران ده مصرف فانه زمن قال لي في المستقبل بسيط حلو قوي طيب أنا عندي الاختارات بروسسمة وبروسسمة كلمات دل على الفطور سامبل تشار طيب وعندي passato scorso آه دي كلمات دل على الماضي passato scorso بمعنى السابق أو الفائت كلمات دل على الماضي المركب اللي هو passato prossimo طيب طالما عندي بيقول لي أندران يبقى كلمة دل على المستقبل البسيط يبقى يما prossimo يا prossima دي طريق تفكير في الامتحن وانا بحل يما أن أنا عارف الإجابة الصحيحة مباشرة بروح ليها يما في أي جملة سواء كنت بتكلم على قطعة أو بتكلم على جراماتيكا أو بتكلم على أو بتعمل استبعاد للإجابات اللي ما تنفعش خالص عشان تقلل الاختيارات عشان توصل للإجابة بسهولة أو الإجابة الصحيحة وانت متأكد مليون في المية طيب أنا يا إما بروسيما وإما بروسيما قلنا طالما عندي كلمة بروسيما بيجي قبلها فترة زمنية يبقى على آخر حرف فيها بيتحدد على حسب أي الفترة الزمنية يا مذكرة المؤنس طيب كلمة ميزة دي يا ترى مذكرة المؤنس سنجولاري فمينيلا ولا سنجولاري ماسكيلا زي ما لسه قلين من شوية مهم جدا جدا يا شباب لو أنا مش فاكر نوع الكلمة هي نوعها مذكرة المؤنس مفرد ولا جامع يهمني جدا أي أيها اللي هي أداد تعريف كون أن كلمة ميزة وغدا اللي أداد تعريف لمين عشان كده قلنا من شوية قلنا في بداية الحلقة قلنا كمان في الحلقة الحلقة السابقة قلنا أن أنا كل الجزيات اللي خدتها بلكده هتساعدني في منهة الثالثة سنوي سواء كنت بحل بترقية مباشرة أو غير مباشرة هتقول لي يعني مباشرة مباشرة يا فندم يعني لازم عندك أسئلة على أولى وتانية جرامر وكلمات طب غير مباشرة أنا بحل جملة هو الجملة دي أنا هحلها بسهولة لو أنا ملم بالجراماتيكا التعقولة وتانية سنوي او lee او لي او 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 كن إن الكلمة واغدة إل إذا كلمة مازي بغض النظر أن عارفت معاناها ولا لا وإن كان معاناها مازي يعني شهر بغض النظر لما عرفت بمعنى الكلمة ولا لا أنا عرفت من أداد تعريف او أداد تعريف أو أداد تحديد بتحدد نوع الإسم اللي جاي بعدها فكون ان الكلمة وقدة كلمة الكلمة وقدة إيل بيعني انها كلمة مفرد مذكر وبالتالي اقول بروسيما ولا بروسيما ها ايوة كده بقى الموضوع سهل من معرفتي بأداة التعريف اللي هي إيل يبقى إيل بتقول ان الكلمة اللي بعدها مفرد مذكر وبالتالي اقول بروسيما ولا بروسيما هنشوف مع بعض دلوقتي الاختيارات نمرو ساي بيقول لي دوماني نقط إنيتاليا دوماني نقط إنيتاليا مهم جدا بقى تكتب كده معي في الملاحظات ملحوظة هامة جدا في عندي خمس تعبيرات يا شباب خمس تعبيرات تكتبهم كده عندي كلمة بيوبرا الفيربو بيوبرا لو عليه الاختراض دلوقتي اول ما تشوف كلمة كالدو اللي هي فاري كالدو الجو حر فاري فريدو الجو برد فاري بيل تيمبو الجو جميل وفاري بروتو تيمبو الجو سيء او الجو مش جميل الخمس تعبيرات دول تاني بيوبرا طمتر اول ما تشوف كلمة كالدو بما يعني ان هي فاري كالدو او فريدو اللي هي فاري فريدو وعندي فاري بيل تيمبو الجو جميل وفاري بروتو تيمبو الجو سيء اول ما تلاقي اي تعبير من الخمسة دول دايما بنصرف الفعل معه ايوا برافو عليكم اللي هي لو يولاي لو يولاي لي لان انا بتكلم على الجو او الطاقس او بتكلم على انها طمتر فالفعل بتاعي هنا بيكون لوه ضمير الفعل المفرد الغائب بصرف الفعل مع لو يولاي من خلال زي ما عندي نمرو ساي كده بولي دوماني نوات انيطاليا بكرا نوات انيطاليا يطر اا بيوبرا بي بيوبرا تشي بيوبراي ولا دي بيوبراي مو من الفاعل او الملائل اللي اختراط على فيربو بيوبرا يبقى دايما بصرف على او الفاعل بتاعب يكون مين لو يولاي يبقى انا اختار مين هنا ها تعالوا نشوف كده الاجابات بتاعتنا كات مظبوطة ولا لا او انا متأكد لو ااا فكرنا بالطريح احنا بنقولها اللي هو بحدد الفاعل والكلمة الدلة وبنفكر بالطريح احنا بنقولها دي لازم حضرتك تحلل الجملة قبل ما تحل انت بتحل نحو بس بالايطالي اللي على جراماتيكا اللي هو النحو بتاعنا بالعربي حضرتك ما بتحلش نحو في العربي من غير ما تفهم الجملة يعني ما بتبصش للجملة حتى لو اختر معناها ان حضرتك لازم تحلل الجملة قبل ما تحل فحلل الجملة قبل ما تحل عشان وانت بتحلت ومتأكد مليون في المية من ايجابتك ان هي صحة ومش محتاج ان حد يأكد لك معلومتك تاني يبقى حلل الجملة قبل ما نحل تعالوا كده نشوف اخطرنا نمرو تشي اللي هي بروسي ما ليه يا فندم قالي لاني كلمة لاصي تيمانا سنجولاري في منيلي تمام طب نمرو تشينكو قالي الميزة اخترنا كلمة بروسي ما ليه لانا قالي كلمة إيل ميزة مفرد مذكر سنجولاري ماسكي لعرفت منين انا عارف ان كلمة ميزة من إينامي إيريجولاري من الكلمات اللي احنا خدناها في أول سنة ومفرد مذكر ما كانش يبقى من لارتيكول دي ترميناتيف زي ما قلنا اللي هي هذا التعريف نمرو ساي بقول لي دوماني نواتين إيطاليا بكرا نوات في إيطاليا الفيربو عندي مين بيوفر تومتر على طول اختار مين او صرف الفاعل بتاع الجملة طالما قلنا تعبير من الخمسة او كلمة من الخمسة يبقى معلوي ولاي ببيوفر مكاملين في تدريبات مهمة تاني معانا اكبر قدر من التدريبات عشان خاطر حضرتك يعني تسقل الجزئية دي بقول لي نمر ست بقول لي استصيرة نوات كالدو استصيرة نوات كالدو ها حد فاكر كالدو دي قلنا ايه ايوة تمام كالدو قلنا هي حاجة من الخمس تعبيرات اللي قلناهم او حاجة من الخمس كلمات اللي قلناهم اللي هي عندي بيوفر تومتر كالدو فريدو بيل تيمبو بروتو تيمبو دايما بصرف الفعل معه تمام قوي معلوي ولاي بدأنا هو نفهم الموضوع ماشي ازاي ونبقى وصلين من اجاباتنا طيب رقم تمانية بقول لي دوماني نوات بير روما عنكيو حدد يا فندي مركز دوماني نوات بير روما عنكيو مين الفاعل في الجملة دوماني كلمة دلة على المستقبل بير روما عنكيو ايو تمام نمرو نوف بقول لي اللون دي بروسيمو فريمو نوات أسكولا بريستو يوم الاتنين الجاي طبعا عندي كلمة دلة على المستقبل بسيطة اللي هي كلمة بروسيمو فريمو نوات أسكولا مهم جدا فريمو دا إحنا قلنا اللي هي فيربو مين فوليرا ده كان من حاجة اسمها ايفيربي سيرفيلي أو ايفيربي مضالي الأفعال الناقصة أو الأفعال الخادمة اللي هي مالها شباب حد فاكر أيوة اللي هي كان بيجي بعدها الفيرب والينفينيتو الفعل في المصدر يعني اختار فعل يعني في المصدر يعني فعل محتفظ لسه بقارة أو بقارة أو بقيرة فعل محتفظ بالنهاية المصدرية ما تصرفش لسه يبقى استصير مالة كالدو تمام مالكالدو بقصرف الفعل معه تمام معلوي ولاي تمانيا بقولي دوماني نقط بير روما انكيو الفعل مين تمام إيو كويس قوي نوفي بيقولي اللوني دي بروسيمو فورريمو نقط أسكولا براستو خلي بالك من فيربو بوتيرا ودوفيرا وفوليرا وكمان صبيرا بيجي بعدهم الفعل على الينفينيتو يعني ايه على الينفينيتو يعني باختار فعل منتهي أو محتفظ بالنهاية المصدرية اللي هي قارة أو قارة أو إيري تعالي نشوف الإجابات كده يبقى استصيرة نقطة كالدو ليه قلناها فراء معلوي ولاي لأن كلمة كالدو من التعبيرات الخمسة اللي قلنا بصرف الفعل معه لوي ولاي تمانيا بقولي دوماني نقط بير روما انكيو مين الفعل يا فندم تماما أوي ممكن يجي خليلي الفعل في نهاية الجملة لو مين إيو يبقى اختار بي اللي هي بارتيرو نوفي بيقولي إلو ندي بروسيمو فريمو نقط أسكولا تمام فريمو ده فعل مصرف أي أن كان الفعل المصرف ده في أي زمن طالما حضرتك في فعل مصرف يبقى أنت عايز فعل فين أعلم في نيتو اللي هو أنداري طيب عندي جمل تانية هي مع حضرتك يعني معاك زي بنقول كده 30 ثانية تقدر تحل وين نقولي الإجابات على طول زي بالطرية اللي احنا قلناها بقولي رقم عشرة دو بنو قد مطينا virgula دينو undici السبط prossimo tutta la famiglia نوات al cinéma السبط prossimo tutta la famiglia نوات al cinéma dodici دوماني tutto الجروب نوات بينا 10 دو دومتين virgula دينو بيقولي دومتين كالمدلة على المستابع البسيط في عندي الفعل من أيو اللي دينو مأخارو الأخر القملة وقبليه فاصلة هي هي لما يجي للفاعل في أول الجملة وبعد دي فاصلة يعني من هذا مفرد يبقى صرف الفاعل مع ها تمام معتو قون دي تتشي بقولي لساوات بروسي متوت لا فاميليا نوات الشينا خلي بال حضرتك من حاجة مهمة عندي الفاعل مين هنا بتاع الجملة لا فاميليا اسم ايه لا فاميليا يعني الأسرة والعائلة يعني اسم جامع لا يا فندم مليش دعو بمعنى الكلمة في العربي ليهمني الكلمة واخد اداد تعريف لارتيكولو دي ترميناتيبو لا يعني اسم مفرد مؤنس وكمان آخرة آ تبقى لي توتا لفاميليا كل الأسرة كده بيبقى الكلمة جامع لا يا فندم توتا لفاميليا بدليلن كلمة توتا وآخرة حرف آ لو بعدها اسم جامع بيتغير آخر حرف بيتغير الاسم اللي بعدها وبالتالي برضو اسم مفرد صرف الفعل معلوي ولاي زي دو دي تشي دوماني توتو الجروب ونوات بينا توتو ال جروب كلمة جروب يا شاب يعني مجموعة تاني مليش دعوة بمعنى الكلمة في العربي كلمة بتنتهي بالأو وقد ارتيكولو ديترمناتيفو إيل يعني مفرد مذكر طب توتو الجروب بكل المجموعة برضو بدليل ان توتو أقرها حرف الأو زي ما قلنا بيتغير آخر حرف فيها بتغير الاسم اللي بعدها وبالتالي توتو الجروب باسم مفرد فصرف الفعل مع لوي ولاي تعالي نشوف إجابات حضراتكم يبقى الفعل بتاعي اسم مفرد فصرف الفعل مع تو يبقى اختار بي اللي هي أندراي الفعل بتاعي توتلا فاميليا اسم مفرد لوي ولاي يبقى أندرا اللي هي آ ودودش اللي هي دوماني توتو الجروب بنوات بين الفعل بتاعي توتو الجروب ويبقى ستوديرا اللي هي آ تمام ده تدريبات يعني أسيبها لحضرتك إن شاء الله تعالى ممكن يبقى أن نرجع لها الحلقة الجاية على اعتبار أن أنا عندي في جزئية مهمة جدا جدا هنشتغلها مع بعض الوقت اللي هي قاعدة ساي اللي هي إذا أو لو وإن كان ممكن حضرتك زي ما شفنا في اللي فاتت حضرتك في 30 ثانية هتحل كده يا دوبو دوماني دوبو دوماني توتا لجانتا توتا لجانتو نوات الكنشارتو بنفس المنطق الفاعل بتاعي لا جانتا وهذا التعريف لا يبقى اسم مفرد لو يولاي نفس الفكرة بل أنا نتعلم بقى هو ما ليش دعوا بمعنى الكلمة في العربي اسم مفرد لو يولاي وكويندي تشيبولي دوماني لنصترا باند دوماني لنصترا باند الفاعل بتاعي لا باند لما تلاقي فاعل الجملة قبليه ضمير ملكي يعتبر مش موجود وبالتالي دوماني لنصترا باند الفاعل لا باند اسم مفرد لو يولاي يبقى تعال نشوف الإجابات بتاعة الجزية دي سريعا كده يبقى دوبو دوماني توتا لجانتا بأندران اللي هي بي وفرادو جورني توتا لكلس الفاعل بتاع لكلس اسم مفرد لو يولاي بقى داران اللي هي الأولى ودماني لنصترا باند يبقى الفاعل لو يولاي يبقى فينشرا اللي هي الأخيرة طيب هنعدي الجزية التدريبات دي مع بعض عشان زي ما قلت هنتكلم على جزية مهمة جدا جدا يا شباب اللي هي قاعدة سا سا بمعنى إذا أو لو سا بيجي بعدها جملتين الجملتين بيبقى يما بريزنت والجملة التانية فطور اللي هي بيسموها فعل الشرط وجواب الشرط إذا حصل كذا هعمل كذا أو إذا عملنا كذا هنعمل كذا يعني يقولك سينوي ستوديامو باني بس ريمو لي إزام لو احنا ذكرنا كويس هنعدل الامتحانات يبقى يما مضارع ومستابع بسيط يما سي بيجي بعدها فطور اللي هي فعل الشرط والجزء التاني لو احنا فزنا بالمسابقة فريمو قونا فاستا يبقى يما سي بعدها مضارع ومستابع بسيط يما سي بعدها مستابع بسيط ومستابع بسيط حضرتك في الامتحان سي اعتبرها من بارولي كيابي دي الفطور السامبتش من الكلمات الدالة على المستابع بسيط حضرتك ليه سي حل على مستابع بسيط مع فاعل الجملة حدد الفاعل واعتبر ان كلمة سي من الكلمات الدالة على المصارب بسيط يعني ايه بس خلي بال حضرتك من حاجة مهمة جدا 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 كون ان احنا اتكلمنا على النساء بيجي معها جملتين بيجي معها جملتين انا عندي الجملة الاولانية مثلا بيقولي السيئيو أندرو ألشينيما نقط أم فيلمي إيطاليانو الفيرجولة دي يا شباب اللي بعد كلمة شينيما بتعني ان انا بداية جملة تانية طب فين فاعل الجملة التانية الفاعل يكون قبل النقط طب ما فيش فاعل خلي بالك من اللي احنا نقوله ده لو حضرتك بعد الفاصلة الجملة التانية فيها فاعل صريح فيها سجيتو صريح واضح اشتغل عليه بغض النظر فاعل الجملة الاولانية هو نفس فاعل الجملة التانية ولا لا يعني انا مثلا سيئيو أندرو ألشينيما نقط مديني النحة التانية في الجملة التانية في بداية الجملة التانية مديني نوي اشتغل على نوي مديني فوي اشتغل على فوي مديني ايو اشتغل على ايو يبقى لو في جملة س فاعل الجملتين واحد مهم جدا كده أكتب ملحوظة في جملة C فاعل الجملتين بيكون واحد لو ما تدنيش فاعل صريح في الجملة التانية طيب ادني فاعل صريح في الجملة التانية بشتغل علي فيما عدا الخمس تعبيرات اللي قلناهم من شها الشباب اللي هي بيوبراء وقالدو وفريدو وبلتمبو eبروتو تمبو دايما بصرف الفعل مع لو كانوا يولاي يبقأ C واحد في تعبير من الخمسة صرف الفعل مع لو كانوا يولاي أي إن كان فاعل الجملة الأولى سي وفيه فاعل صريح في الجملة التانية حتى لو مختلف عن فاعل الجملة الأولانية اشتغل عليه برضو قليكش دعوا بفاعل الجملة الأولانية سي وفيه عندك مفيش فاعل في الجملة التانية صريح ومش تعبير من الخمسة اللي قلناهم إذا فاعل الجملة التانية هو نفس فاعل الجملة الأولانية تعال نشوف كده مثال مع بعض عشان قبل من إن حلقتنا بقول لي سي يو أندرال تشينيما نواط أون فيلم بإيطاليانو فين الفاعل؟ مفيش طب هل فيه تعبير من الخمسة اللي قلناهم لها كالدو وفريدو وبالتامبو وبروت تامبو أو فيربو بيوفر لا يبقى إذا فاعل الجملة التانية هو نفس فاعل الجملة الأولانية مين فاعل الجملة الأولانية؟ إيو حتى يا فندم لو مش مديلك إيو تعرف من تصريف الفاعل وبالتالي سي يو أندرال تشينيما نواط أون فيلم بإيطاليانو هتبقى تمام أوي جوارديرو دو يا بيولي سي تو نواط نل نوستر جروبا فين شريمو نوي فين فاعل الجملة الأولانية اللي فيها المؤطة 2 مباشر يشتغل عليه بغض النظر عن فاعل الجملة التانية لأن فاعل الجملة التانية مين؟ تمام نوي هل فاعل الجملة الأولانية مختلف عن التانية؟ أيوة ما ليش دعوة طوالما هو الفاعل المدهولي أو مديني فاعل صريح في الجملة بشتغل عليه وبالتالي الفاعل بتاعته سي تو هتبقى برضو بي اللي هي كانتراي تمام أوي تلاتة بقولي سي يو أندرالي جي تو نواط لاي بيراميدي فين فعل الجملة التانية ما فيش طب هل فيه تعبير بالخمسة لا إذا فعل الجملة التانية هو نفس فعل الجملة الأولانية من الفعل يا فندم إيو تمام يبقى اختار اللي هي فيزي ترو تعال نشوف الإجابات كده أيو تمام سي إيو فبي اللي هي جوارد رو واتنين هتبقى كانتراي مع تو وثلاثة معي وفيزي ترو آخر جزئية عشان يعني يبقى حلنا على سي كمان بقول السستو ديامو بين نقط ألتي فوتي فين الفعل بتاع الجملة التانية ما فيش إذا فعل الجملة التانية هو نفس فعل الجملة الأولانية كويس أوي مين فعل الجملة الأولانية مش مديني فاعل أعرفوا منين يا شباب أيوة من تصريف الفاعل ستو ديامو ده مع مين إيامو مع نوي في المضارع يبقى سي ستو ديامو بين نقط ألتي فوتي يبقى هنختار لها بي بر بريند رايمو سنحصل على درجات عالية خمسة بقول لي سيل فيلم إي بيلو نوي نقط إن سياما الفاعل عندي في الجملة التانية نوي صريحة وبالتالي اختار أيوة أندريمو الأولى سيت بقول لي سينوات كالدو نوي أندريمو ألمارة سينوات كالدو نوي أندريمو ألمارة عندي الفاعل بتاع الجملة التانية نوي بس خل بقى لك من حاجة في تعبير من الخمسة هو كالدو أيوة قلنا يا على كالدو دي قلنا دايما بصرف الفعل مع له يولاي فاختار فراءة الأولى وده كان حلقتنا النهاردة على جزئية لا بارتي جراماتيكال بتاع ونيتا اونو يبقى احنا اتكلمنا في الحلقة السابقة عن اللي هو الديالوج الافتتاح بتاع ونيتا اونو من خلال فين شريمو نوي احنا اللانفوز وفي حلقة النهاردة كان عن لا بارتي جراماتيكال اللي هو الجزء الخاص بالقواعد النحوية بتاع ونيتا اونو اللي هو الفطورو سامبلتشا اتمنى يا رب ان هو كان جزء سهل وبسيط وعرفنا نطبق عليه بسهولة ونشوف حضراتكم في الحلقة القادمة ان شاء الله تعالى من خلال اللي هي اللي سيطواتسيوني ما تنسوش دايما يعني حلوا كتير ولو فيه اي بونطينة او اي ملاحظات او اي نوتي خدوها عشان المرات القادمة نقدر نتواصل مع حضراتكم من خلال قناة مدرستنا اشوفكم على خير في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة